تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من نقاش كراوي اللي بيجيكم مني أنا محمد عوات كل يوم خميس تعودنا من نقاش كراوي نحكي أفكار أشياء جديدة وقوانين جديدة واليوم حنحكي القانون جديد بس شوي قاسي من اسبوعين ثلاثة أو قبل حتى كان نفسي أصور فيديو وتأخرت فيه اللي هو إنه كيف لازم يعاقبوا اللاعب اللي بدخل بي تدخل خطير على لاعب وبتسبب بغيابه لفترة طويلة طبعا بيمطرد أكيد كثير منكم بتذكر لقطة طرد بقبة عن نبي كيتا واعتقادنا للحظة الأولى إنه الزلم حيغيب كثير الحمد لله نبي كيتا رجع وما غاب كثير وخير نحكي ببساطة أنت لما تدخل تدخل عليه تدخل خطير ومتعمد وتسبب بغيابه شهر شهرين ثلاثة أربع وتنحرم لي مبارتين وتتغرم لي عشر تلاف باوند اللي هم مش إشي بالنسبة لهم مثلا وتجي بعد يومين ترجع تلعب أنت ما تأثرت مسيرتك أنا ممكن ما أرجع عأساسي أصلا بلاديه بعد أربع شهور النادي يلقى لاعب غيري ويشوفوا أحسن ومنسجم أكثر وقلوا لي صف على جانب راتبك عالي من بيعك والسلام عليكم فممكن أنت تدمر مسيرتي فأنا عندي قناعة وهذه القناعة مش تفكيري لوحدي بس يعني بتذكرها كويس أيام شوكروس لعب ستوك سيتي أصاب أرون رمزي أنا ما خالف ظني وتسبب بغيابه فترة طويلة ثم دي يونج تسبب بغياب لاعب فترة طويلة دي يونج الهولندي القديم اللعب الوسط فصار فيه كلام بالإعلام الإنجليزي أنه يا أخي تفتح رموم ست مباريات وأربع مباريات وبيرجعوا يلعبوا عادي والثاني رايح له سنة فصار فيه مطالبات إنه لازم يلحرم زي مدة غياب اللاعب هدي المتوسطة يعني أصبتني بالكاح الكسر وغيابه ثلاث شهور لازم تغيب ثلاث شهور زي زيك الآن أنا تأخرت بالعلاج هذا شي ثاني بس لازم تغيب زيه لازم تشعر أنت كلاعب كرة قدم إنه ليس سهلة إنه بطاقة حمرة والسلام عليكم فنوع من العقوب العادلة يعني إنك غيبني ست شهور غيب ست شهور زيه أما أولو أنا بغيب ست شهور وإنت بترجع تلعب بعد مبارتين وبطاقة حمرة وأمورك بترجع تمام بالدنيا ومستواك وحفاظك على مكانك في المنتقب الوطني وحفاظك على مكانك بالنادي وكل هذا فيها نوع من الظلم يعني من باب العين بالعين والسن بالسن لازم أغيب زي زيك هدي مجرد فكرة طبعا متكلمش عن التدخلات اللي بتيجي بالصدفة لعب داخل على الكرة فاللعب الثاني حاول يمين بتكلم عن الشي اللي كثير واضح اللي كثير ظاهر إنك داخل تضرب داخل تصيد داخل تقلمني إما لأنك خسران أو لأنك متوتر أو شو مكان هدي اللقطات أنا برأيي لازم يتشدد عقوبتها لأنه حرام وفيها ظلم كبير هين شبه داخل حمر بتعمله ولا شيء حكولي رأيكم أنتوا فعليا هل بتشوفوا أنه فيها عدل إن أغيب مبارتين لأنه أصبت واحد ست شهور وهو بضيع مسيرته وأنا برجعها هذه الحياة ولا لا وإذا شايفينها عدل حكولي ليش يعني علقوا وخذوا راحتكم وتركوا رايك على الفيديو شاركوا مع أصدقائكم والسلام عليكم ورحمة الله شكرا